بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم النهاردة إن شاء الله نشرح مع بعض درس نسوس وهو بعنوان الدين المعاملة الدين المعاملة ده حديث شريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقسه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسي فأنا حجيجه يوم القيامة هذا الحديث يدور حول حسن معاملة أهل الكتاب الدين الإسلام هو المعاملة الحسن فيجب أن تسود المعاملة الحسنة بين جميع الطياف المجتمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أنا عندي أول حاجة ألا ده حرف تنبيه ألا حرف تنبيه وظلم عكسها عدلا أو أنصف ظلم عكسها عدلا أو أنصف معاهدا المعاهد هم أهل الكتاب المعاهد هم أهل الكتاب الذين بيننا وبينهم عهود ومواثيق وكلمة معاهد كمعها معاهدون أو معاهدين أو انتقسه انتقسه أي قلل من حقوقه انتقسه معناها قلل من حقوقه أو كلفه فوق طاقته طاقته يعني قدرته وعكسها عجزه وجمع طاقة طاقات أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس بغير طيب نفس أي بغير رضا منه فأنا حجيجه يوم القيام حجيجه يعني خسمه أو مقيم الحج عليه وعكسها نصيره طيب قلنا الفكرة الرئيسية التي يدور حولها الحديث هي حسن معاملة أهل الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ظلم أهل الكتاب طيب ما هي الصور ظلم أهل الكتاب أول حاجة أن ننتقس حقوقهم يعني أي نقلل من حقوقهم أو تاني حاجة نكلفهم فوق طاقته أو نأخذ شيئا منهم بغير طيب نفس طيب موقف الرسول هيكون إيه؟ سوف يكون الرسول خصما له يوم القيامة من يظلم المعاهد يكون الرسول خصما له يوم القيامة طيب أنا عندي ألما ظلم معاهدا كلمة معاهدا هذه الكلمة تشير إلى أن الإسلام يحترم العهود والمواثيق كلمة معاهدا تشير إلى أن الإسلام يحترم العهود والمواثيق طيب تاني حاجة عندي في جمال التعبير بغير طيب نفس هذا التعبير يشير إلى أن أساس المعاملة الرضا والقبول بغير طيب نفس تعبير يشير إلى أن أساس المعاملة الرضا والقبول طيب فأنا حجيجه يوم القيامة هذا تعبير يفيد شدة التحذير تعبير يفيد شدة التحذير من أن يتعرض أحد لمخاصمة الرسول يوم القيامة لمخاصمة الرسول يوم القيامة درس الدين المعاملة ده من الدروس البسيطة حديث شريف بسيط أسئلت وقل لها بتبقى مباشرة يعني مثلا لو قال لي ما صور ظلم المعاهد أو الواحد التقليل من حقوقه اثنين تكليفه فوق طاقته ثلاثة أغزي شيء منهم بغير طيب نفس موقف الرسول ممن يظلم المعاهد يكون الرسول حجيجه يوم القيامة يكون الرسول حجيجه يوم القيامة كلمة معاهد تشير إلى نوعات كلمة معاهد تشير إلى أن الإسلام يحترم العهود والمواثيق ما موقف الرسول ممن يظلم معاهدا يكون حجيجه يوم القيامة طبعا مظهر الجمال إدامه إلا أنا قلتهم الثلاثة وعندي بعض الأسئلة إلى ما يدعو الحديث الشريف يدعو إلى حسن معاملة أهل الكتاب ما الذي يجب أن يسود بين الناس العدل والمساواة في الحقوق والواجبات طيب ما الذي أكد عليه الرسول أكد الرسول على عدم ظلم أهل الكتاب أو التقليل منهم بأي شكل وعدم أغزئ أي شيء منهم بدون رضا ما جزاء من يظلم معاهدا يكون الرسول خصمه يوم القيامة لماذا أوصل رسول صلى الله عليه وسلم بحسن معاملة أهل الكتاب لأنهم أصحاب عهود ومواثيق والدين الإسلامي يدعو إلى حسن المعاملة ماذا يحدث لو تم تطبيق هذا الحديث في حياتنا ينتشر الحب والإخاء والتسامح بين الناس جميعا مما يؤدي إلى تقدم المجتمع وازدهاره طيب لو أنا خدت تدريب بسيط كذا هنحل مع بعض على الدين المعاملة سن واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه أو أخذ منه شيئا بغيرتي بنفس معنى طاقته قلنا قدرته مضاد ظلمة عادلة إلى ما يرشدنا الحديث يرشدنا الحديث إلى حسن معاملة أهل الكتاب معاهدا على ما يدل هذا التعبير يدل على أن الإسلام يحترم العهود والمواثيق بقية الحديث طبعا مفروض أننا هحفظ الحديث سؤال تاني كده في السريع ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه إلى آخره ألا حرف نافي ولا استفهام ولا تنبيه حرف تنبيه أنها في المفردات فوق مضاد انتقصه أوفاه أبخسه أقرمه هاتي بقى مضاد انتقصه أوفاه طيب معنى حجيجه خسمه ولا مقيم الحج عليه ولا هما معنى اللي اتنين طبعا معنى حجيجه خسمه أو مقيم الحج عليه ما الفكرة الأساسية في الحديث الفكرة الأساسية هي حسن معاملة أهل الكتاب طيب فأنا حجيجه يوم القيامة ماذا يفيد هذا التعبير تعبير يفيد شدة التحذير من أن يتعرض أحد لمخاصمة الرسول طيب صح وغلط معاهدا المقصود بها أهل الكتابة الذين بيننا وبينهم عدو موسيق صح بغيرتي بنفس تعبير يشير إلى أن أساس المعاملة الإقراهة والظلمة غلط وبكده نكون شرحنا درس الدين المعاملة اشتركوا في القناة